أجرى قادة الانقلاب في النيجر عدة تغييرات حكومية وعسكرية حيث تم تعيين الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء وشاملت القرارات تغيير المفتش العام للجيش وتعيين رئيس جديد للحرس الرئاسي ورئيس الأركان الخاصة للرئيسة في وقتنا اتخذ المجلس العسكري إجراءات أمنية في عموم البلاد تزامنا مع قراره إغلاق المجال الجوي يأتي هذا بالتزامن مع زيارة مسؤولة بالخارجية الأمريكية للنيجر حيث التقت عددا من القادة العسكريين لكنها لم تلتقي قائد الانقلاب الجنرال عمر عبد الرحمن تياني كما كشفت أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم لكنها لم تمنح فرصة للقاءه وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أن زيارتها لنيجر جاءت بناء على طلب الوزير بلينكين لسعي لبدء انفاوضات وأضافت أردنا التحدث بصراحة مع المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاولة حل هذه القضايا دبماسيا وأيضا لتوضيح ما هو على المحك في علاقتنا بشكل واضح من جهتها قالت الخارجية الأمريكية في بيانا أن زيارة نولاند جاءت للتعبير عن القلق البالغ بشأن تطوراته في النجر المترجم للقناة